السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا طريقة حجز موعد للاجازة السنوية لكمالك هم ولاية غازي عن تاف فقط. اعيد وكرر ولايتهم غازي عن تاف فقط. راح نتعرف طريقة الحجز الموعد من اجل الاجازة السنوية. تمام? ولما قرأ الشروط يروح يتابع الفيديو السابق اللي لا خليك رابط اسفل الفيديو او راح يظهر عندك. من فوق اه شروط من اجل الذهاب الى سوريا بالاجازة السنوية لحاملين كملك اه كملك الحمالة المؤقتة غازي عن تاف او اذا عمل غازي عن تاف. تمام? تمام. اتمنى منكم مشاركة الفيديو. ولا تنسوا وضع لايك خليه يصل العدد اكبر اه مشان نتعمل فايدة على الجميع وما حدا يقوم باللجوء الى سمسار او يقول ما اعرف حجز راح نشرح بالتفصيل كيف طريقة الحجز. اول شي تفتح على الموقع هذا. تمام? تحط العرض باصدار سطح المكتب. تفتح من متصفح جوجل كروم. تخلي هذا الخيار صح ازرق عليه. تمام? بعد ما اخذنا الصح راح تفتح بهذا الشكل. عدنا هنا اول خيار. تقوم بوضع رقم الجوال. طبعا تحط رقم جوالك عادي. بعدين هنا تحط رقم الكملك. تمام? هون تحط رقم الكملك. بعد ما حطيت رقم الكملك. تختار تاريخ ميلادك. تختار تاريخ ميلادك. دقوم تاريخ يعني تاريخ ميلادك. تحطه. دخله ما باي مشكلة. تعينه من تحط الخيارات. بالضغط بعدين تعطي تعيين. بعدين تختار انت نوع الموعد. تحطه اذا كنت شخص تم خلي على هذا الشخص. اذا كنت اه اذا كنت عائلة تحطه هون على العائلة تمام? بعدين نقول لك هل كملك حمايتك مسجل من عندها بتعطي اجل? لازم ولاية تغازي عندها بحاصلة ما يتصير. اذا ستروبوت. وراح تطيع الخيار هذا. وتعطي هون تكتب هنا كود من اجل انه تتأكد اه تفتح القائمة بهذا الشكل. تمام? احنا راح نعبي المعلومات هايا. ونشوف القائمة هاي القائمة. تمام? راح تفتح لنا هاي القائمة. تحط هون الكود يلي اجاك. تحط هون الكود يلي اجاك على هاتف. تمام? بعد ما تحط الكود. تحط هون رقم العائلة. رقم يعني رقم العائلة تبع الكم لك. تمام? تحطه هون. وبعدين تحط بريد الكتروني. بريد الكتروني يعني اللي هو الجيميل. وبعدين تحط تاريخ خروج وتاريخ دخول من هون تقدر تختارها. وبعدين هون راح نقدر نضيف الاشخاص اللي بدك اضيفهم من هون. يعني مثلا انت حطيت رقم العائلة راح تظهر عندك هون الاسماء. اه وتعطيهم مثلا كشي وكلها. تمام? مثلا نضيف شخص. راح تفتح خانه هون. اضيف شخص تفتح خانه هون. اضيف عدد الافراد. بعدين اتدخل هون اه رقم الكملك تمام? مثلا تسعة وتسعين. ندخل رقم الكملك بالكامل تسعة وتسعين دخله كامل. تحط الرقم الكامل. بعد ما حطيت الرقم كامل تحط هون رقم اللقاح. ايش رقم اللقاح? موجود على الكرت. اه تبع كرت اللقاح موجود رقم. تقوم بادخاله هون. الخيار الثاني. بعدين رقم الجوال. اه تحط رقم جوال نفس ما هو الاب. ما باي مشكلة. تحطه نفس الرقم او بدك خليفة. بس الافضل تحط نفس الرقم الجوال. وبعدين تحط هنا اسم. الاسم الشخص اللي بدك تحجز له. تحط لقبه. وتحط تاريخ ميلاده. وتحط تاريخ ميلاده. اه طبعا بعد ما غير حطيت تاريخ ميلاده. تمام تقدر هنا. تحط يعني اه ايش هو يصر? اليك الزوجتك او اه الاخو مثلا عندها خيارات كثيرة مثلا تختار تقدر تحجز الام او الاب او الابنك انت مثل اه او او كارديش بياني او الاختك او الاخوك او الاولادك انت هون تقدر تختار هنا. يعني حسب انت الميمة دك تحجز. وبعدين تحط اسم الام هنا هي موجودة بالكم لك. وبعدين اسم الاب. واذا كانت الزوجة حامل تحط على الخيار هذا. تمام? واذا ما كانت حاملة خلص خليه مثل ما هو. اه وبس وبعدين ايضا نضيف الاشخاص نضيف الاشخاص بعد ما نضيف عدد الاشخاص بالضبط. يعني بدك شوية تتعذب بالتسجيل اسمها بس ما باي مشكلة. وبعدين بعد ما تخلص كل امور هاي خلاص تعطي هنا اه كشيلار وخلاص ما باي مشكلة. بعدين راح يتم الحجز من دون اي مشكلة. تمام? تمام. انت هنا طريقة الكشي يقول لها تقدر ضيفه. من دون اي مشاكل. تحط رقم الكيم لك هنا مثلا. حطه كامل. بعدين تحط هنا. رقم اللقاح اللقاح اللي موجود بكرت اللقاح. تمام? آآ لازم تكون حاصلة على جرعتين. تحط رقم الجوال اذا بدك تحط رقم الجوال او ما بدك ما بقى اي مشكلة طبعا هنا. وبعدين الاسم اللي موجود على الكيم لك واللقب. حاولوا تكونون دقيقين. بس ان شاء الله يعني حتى لو كان اذا صار في خطأ او شي ان شاء الله انه هو اهم شي على رقم الكيم لك ما يكون في خطأ. وبعدين تحط تاريخ هنا الميلاد تبع الطفل اللي موجود بالكملك. وتحط مثلا ايش هو من آآ آآ هو ابنك آآ هو بنتك او اخوك اختك او الام او الاب. يعني تختار انت الشي اللي بدك اياه من هنا. طبعا نبين كله. يعني حاول ترجمه مشا ما تخربط اول واحدة لنفسك. الثاني زوج يعني اخوك اختك. هنا الاب الولد وهنا البنت وهنا الاب او الام. وهنا ديار اكرباء. يعني غير الاخرباء. المهم يعني هنا تختار انت الشي اللي بدك اياه. وبعدين هنا تحط اسم الام واسم الاب. اسم الام واسم الاب. تمام? آآ اللي موجودين بالكملك. وتعطي اذا كانت زوجة حاملة لازم تحطها حاملة. اذا ما كانت خلاص. تخليها ما هي. وبعدها تعطيها ما غيرت لك كيشي آآ كيدي تخلاص. راح يجيك الموعد بتاريخ الخروج والعودة. بس اهم شي تتأكد من الاسماء. احجزوا. على مهلكم الرابط ما راح يكون على ضغط ان شاء الله. وراح يعني يفاتح بيكون من دون اي مشكلة. وما راح يكون على اي فضغط. احجزوا على كيف كيفكم. واذا واحد عنده كمبيوتر يفضل اكثر. ولي ما عنده. خلاص يحاول عن طريق الجوال. آآ انه قدر ما استطاع انه يحجز ويكون دقيق بالمعلومات. يعني ان شاء الله. طبعا هاي طريقة الحجز الموعد آآ للعائلة. او الشخص نفس الشيان راح يتم آآ مثل ما يقولون انه آآ نفس الطريقة ما باي مشكلة. آآ بتمنى منكم مشاركة الفيديو. واذا عندك اي سؤال او استفسار تقدر بالتعليقات يعني انا هاي قدر المستطاع اقدرت اساعدكم واوضح لكم بالفكرة وابسطها. يعني على قدر المستطاع. تمام? واذا ما عندك اي شيء فاهم تقدر تواصل معي. يعني راح حاول اساعدك قدر المستطاع. وبتمنى منكم مشاركة الفيديو. ووضع لايك لتعمل فائدة على الجميع ويتم ظهور الفيديو لأكبر عدد ممكن. لانه آآ حاولت بعده عن السماسرة. حاولت بعده عن كل شو واحد يطلبكم مصاري هاي الطائقة موجودة وبالمجان ومن دون اي مقابل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.